السلام عليكم اربع سنوات رحلة بترواجيت من الدرجة الثانية الى الممتاز عاد فريق بترواجيت الى الدوري المصري الممتاز بقيادة صاحب شفارة الصعود سيد عيدن بعد غياب اربع سنوات عن دوري الاضواء وكانت اخر مرة شارك فيها الفريق البترولي في الدوري الممتاز في موسم 2018-19 وحين ره احتل المركز الستة عشر ضمن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط عيد يمهي سنوات عجاف البترولي وبعد الهبوط الى دوري الدرجة الثانية عانى فريق بترواجيت كثيرا حتى تولى سيد عيد القيادة الفنية خلف هيثم شعبان يوم الحادي والعشرين من نوفمبر 2022 وخذل موسم واحد استطاع عيد قيادة الفريق البترولي الى الدوري الممتاز بعد تأهل الى تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للممتاز وتصبر الترتيب قبل نهاية المواجهة بثلاثة لقاءات وفيما قبل نجح سيد عيدي صعود الى الدوري الممتاز مع فريق النصر القاهري مرتين والداخلية مرة ليصبح صعود اليوم هو الرابع للمدرب القدير وجاء كل ذلك بعدما قضى بترواجيت 13 موسما على الطوالي في دوري الأضواء عقب صعوده في موسم 2067 وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم